بعد ساعات قليلة من نشر صحيفتين التركيتين تقريرا يتحدث عن تعرض آلاف الشخصيات العامة التركية البارزة للتنصط من قبل مدعيين عامين بإذن قضائي غير قانوني من وجهة نظر الحكومة انتشر في بعض المواقع الإلكترونية تسجيل صوتي نسب لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وابنه بلال وهما يتحدثان عن كيفية التصرف في مبالغ مالية كبيرة لكن أردوغان قال إن التسجيل المزعوم مزيف ليس هناك ما نخاف منه لا نخشى من أي دولة أو من أي تنظيم يعمل من أي دولة لا نخاف من الخونة ولا من أي فخ ينصبونه وعلى الرغم من نفي أردوغان صلته وصلة ابنه بالتسجيل الصوتي فإن أحزاب المعارضة طالبته بإثبات عكس تلك الادعاءات إن لم يكن هناك ما يخاف منه أمام الشعب أو الاستقالة من منصبه في الدول المحترمة إذا ما تورطت أي حكومة في الفساد فإنها تستقيل لكن يبدو أن أردوغان لا يملك تلك الشجاعة ويقول مراقبون إن جماعة فتح الله قلان أو ما تصفه الحكومة بالتنظيم السري داخل الحكومة تشن أشرة هجماتها على أردوغان وحكومته منذ أن أصبحت الحرب بينهما علنية بعد قضية الفساد المالي التي هزت الحكومة يبدو أن الجماعة أو ما يعرف بالتنظيم السري داخل الحكومة تقوم بالانتحار بهاجماتها الأخيرة على الحكومة ولأنها تعيش في تخبط وذعر فإنها لا تتوانى عن استخدام كل الأساليب سواء خرجت بنتيجة أم لم تخرج ويرى كثير من الأتراكي أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد هذه الأيام كانت كافية للإطاحة بأي حكومة في الماضي لكن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تزال صامدة أمامها ربما بسبب قوة شخصية رئيسها أردوغان وكذلك انفرادها بالحكم منذ عام 2002 وحتى اليوم الحرب الشريسة بين جماعة الخدمة وجماعة فتح الله قولن والحكومة تتصاعد مع اقتراب الانتخابات البلدية المنتظرة نهاية الشهر المقبل وقد يشهد الأتراك فصولا جديدة لها حتى بعد تلك الانتخابات من اسطنبول عبد الناصر سنجي بي بي سي